السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي هنشوف احد اساليب التقييم لتقييم الشركات بيم ماتيورتي ماتريكس وده للدكتور بلال سكر وترجمناه في بيم ارابيا ترجمة المهندسة سونية احمد ونبدأ نشوف الفكرة دلوقتي مصفوفة نتج لمزاجة معلومات البنية ممكن تحمله من موقع بالانجليزي وهنحط برضو نسخة بالعربي إن شاء الله وبردو تقدر تحمل النسخة العربي موجودة كنا نشارناه في مجلب المرابيا الفكرة كلها ان انت عايز تطور شركة بتاعتك فعايز تعرف الشركة موجودة في اني مستوعة حساس ان انت متعدش تابز الجوهد وهي اصلا تكون موجودة في المستوعة دلوقتي فانت عايز تعرف انت في السوفت وير موجودة فين والهارد وير موجودة فين والشبكات موجودة فين بحيث ان انت تبدأ تبني وتزود عليها فهو البيم اكسلنس اللي صدرت منه المصفوفة البيم ماتيوروتي ماتريكس البيم اكسلنس ده نهج قائم على المحوص التقييم والحسين اداء الافراد والمنظومات وفرق المشاريع والدول وهي تطوعية ويقودها الدكتور بلا السكر ومعه فريق من المتعاونين المصفوفة تهدف لان احنا نعرف النطج لنمزاجة معلومات الحالي الموجودة في المنظمة او في الشرك او في المشروع واع memang بنا محورين منين به منين مجموا نمزاجة معلومات البناء قدر يبغد قاوم التقاص عبر متنمزاجة معلومات البناء مộنس تقاصة هنلاقي ان هنا في البداية خالص دي نقطة البداية ثابتة حالة سماء التصميم والانشاء مفيش لسه الافكار ولا حي خالص هنا بعدنا نخش في موضوع النمزجة القائمة على الكائن الكائن مجرد نعمل العناصر ومفيش تعاون بين الاكساب ثم نأخذ خطوات في التكنولوجيا والعمليات والسياسيات لحد ما نصل للتعاون بحيث ان هنا نعمل موديل هنا كل موديل يتبادل مع المعلومات مع الاخر ثم نأخذ بعض الخطوات عشان نتناقل المرحلة بحيث ان هناك تكامل وشغل قائم على الشبكة من اكثر من جهة ويكون كل الناس بتشغل نفس الموديل وبحيث ان هناك خطوات عشان ننقل المستوى اعلى من كده تمام؟ طيب ولكن هناك خطوات تدريج حصلت على خطوات تறيتين كي نتناقل السلم حول نقطة خطوات ولكن هناك خطوات تقال لازم اطلع واحدة واحدة لازم احتفظ ان انا في بي لازم اخذ خطوات عشان نروح لسي وبعد كده اخذ خطوات عشان نروح لدي وبعد كده تختار لدي هذا هو الأساس الذي ستعامل معهم في الشبكة نبدأ نرى موجودين فين؟ هل نحن موجودين هنا؟ لا يوجد مشكلة خالفة، هناك شركة قائمة نفسها وبعلاً لدينا نفسها في سفر في كل الحاجات في شركة أخرى لدينا أقصى حاجة وصلها خمستاشر وبيتر حاجات سفر، فما لا يوجد مشكلة إن نحن نعرفين حصلنا فين؟ ونأخذ الخطر بعد كده ونخطي الخطر بعد كده لحد ما نوصل إن نحن نبقى الشركة بتاعتنا معتمد اعتماد كل على البين طيب، الفكرة هنبدأ نعمل المصفوفة ديت أو ازاي نعمل تقييم للشركة اللي هنموجودين فيها؟ هيا هنبدأ نشوف كذا واحد يخش معنا في تقييم وفي واحد بيقود الموضوع يكون عنده خبرة في أدوات نمزاجة معلومات البناء وسر العمل والبرتكولات يكون في نجيبها عدد من الأفراد نختارهم مختلف الأدوار مفهاش كلهم قسم واحد مفهاش كلهم في نفس المستوى من ثلاثة الثمن أشخاص حسب الأدوار والتخصصات ومستوى الأبتمية يكون في اختلافات وهنعد تقريبا من ساعة لساعة ونصف نبدأ نعمل عملات تقييم طيب عشان تبدأ تقيم أي صف لازم تقريبا من أقوله أخر يعني ممكن أن ترى أول واحد تلاقي نفسك خلاص ماشي انت هنا بس سعر الباقي لما ترى الباقي ممكن تلاقي في نقطة مثلا معينة أنت أما تحقق عندك ممكن تلاقي حاجة أنت بتفكر فيها ممكن تعرف إيه اللي نقصك إيه اللي الخطوة اللي جاية أقوم بسيطة مثلا هنا بداية في الصفتوير قرأت فأنا أقرأ الجزء ده متحقق معي أكمل البي والسي والدي لحد ما وصل الأخذ خالص وأعرف ما تتكلم في الصفتوير المراحل المفروضة سنعدي عليها دي تقوم بهم جدا طيب لو أنا لقيت بعض الحاجات أنا محقق معي هنا وبعض الحاجات أنا محقق معي هنا وبعض الحاجات أنا محقق معي هنا خلاص تبدأ ألوان يبقى أنا هستعي مثلا متأكد ألوان ولكن مثلا اللون إيه لو هو مثلا ما تتحقق معي اللون بي لو تتحقق جزء اللون سي لو هو تتحقق بالكامل تمام؟ فممكن يكون هو متقسم لكذا فقرة في التقييم فأنا حققت واحد واثنين وثلاثة وفي بعض ندقات بشتحققها يبقى خلاص هلجأ لموضوع الألوان هنا الاسكور سفر لو أنت لقيت نفسك هنا يبقى أنت أخذ سفر هنا لو حققت كل ذهب مئة في المئة تأخذ عشرة تمام؟ طيب لو لقيت نفسك هنا نص هنا ونص هنا يبقى أنت مش هينفع توصل لتأخذ العشرين كلها ولا يبقى أنت تأخذ مثلا حسب النقطة من عشرة إلى عشرة ومتبقى موجود هنا تمام؟ وما ينفعش أن أقدي نفس نقطة والنقطة اللي بي كابش تحققها يعني مثلا مرة بمرات فوقوين أنا دي بشتحقق ودي بشتحقق بس الآخر واحدة دي دي في نقطة واحدة بمتحقق لأن يجب أن يكون الخلية قبلها تحدث كلا لها متحقق يعني كلا لها في B غير لو главة F بمتحقق كلها لأن A ليت لها الأساسية والأساسية 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 أو الخطوة الأولى والآخر هي ودي الخطوة الأولى لا يوجد نفس نفس في C ولا يجب أن يكون لها المتحقق ثم اغلط أبعا فيه فاقمت بالضبط ، بعد تقوم بتقيم التقيم بتجمع صفت وير على هارد وير على النتورك ببدأ يجمع اللي عمدها يقول النقطة الوحدية الوحدة لان لو جمعتها اتلاقي الرقم غير دقيب بقول ان في صفت وير خدت رقم كذا فالهارد وير خدت رقم كذا ده مش عشان نتمنظر به او ان انا تنافس مع الاخرين او ان انا كتب على نفسي او تجمل او قول ان احنا حسن شركة لا ده عساس فعلا حقيقي اعرف انا موجود فين وعايز اوصل لفين بعد ذي كده نبدأ نعمل التقييم ده وكل مسألة كل 6 شهور كل سنة عساس نشوف التغيرات ايه واحنا فعلا بنتطار ولا لو انت فعلا مش بتاكل خطوات خلص ما تعملش عادة التقييم تاني غير لو انت فعلا في تغير في الاضغارة وقرروا انه موجود خطوات خلص تعملين انما لو عملت التقييم وبعد 6 شهور مفيش اي حاجة بغيرت خلص هو نفس الرقم يعني وان شاء الله اني تلاقي الخطوات دي تشجعك ان انت تتطور نفسك في موضوع التبني البيم او نضوب البيم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية على قناة بيم ارابيا هنناقش كل واحدة بالتفصيل بإذن الله فتابعونا